اشتركوا في القناة بأن تنجب ولدا ذهبت ذات يوم إلى المستشفى لإجراء إحدى الفحوصات وهنا كانت المفاجأة الأم حامل ببنت ماذا تفعل؟ هل تستسلم للطلاق؟ أم ماذا؟ أخبرت صديقتها المقربة بذلك فقالت ليس باليد حيلة استسلمي للأمر الواقع مع دخول الأم لشهرها التاسع ومع قرب الولادة سافر زوجها فجأة للعمل ذهبت الأم للولادة فأخبرت طبيبها بأنها سوف تتطلق إذا أنجبت بنتها فقال الطبيب سوف نخبر زوجك بأنك أنجبت ولدا ومات أما طفلتك سوف ندفنها حيا حزنت الأم على هذا القرار ولكن ماذا عساها أن تفعل حيال زوجها؟ ولدت الأم وذهبت هي وصديقتها لدفنها وعيناها الأم تذرف دما ليس دمعا فهذه ابنتها رجع زوجها وحزن على ابنه الذي مات ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله بعد مرور أسبوع أصبحت الأم تحلم يوميا بطفلتها المدفونة وهي تنادي ماما أنا جائعة تعالي أرضعيني ذهبت الأم إلى الشيخ فأخبرته بالقصة كاملة فرد عليها اذهبي إلى طفلتك فإنها ما زالت حيا لم تصدق الأم فأخبرت صديقتها وقالت الأخير فلنعمل على قول الشيخ في اليوم التالي ذهبت الأم مع صديقتها إلى المكان الذي تم فيه دفن الطفلة فبدأت الأم بالحفر وتوقفت لأنها لا تصدق بأن ابنتها حية فأكملت صديقتها عنها هنا كانت المفاجأة الطفلة كانت كما وضعتها أمها الطفلة ما تزال حية حملت الأم طفلتها إلى صدرها وهنا كانت الصاعقة عندما وجدت الأم طفلتها على قيد الحياة وأخذتها لترضعها حدثت أكبر هزة في تاريخ البشرية نطقت الطفلة وقالت يا من تخليتي عني يا من تخليتي عني لا أريد من حليبك أريد حليب نيدو 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 شكرا